تسني تسني شكرا دمزروبا يوانتي الخاسراء لما شفتيش معانا هاد الفيديو عفتي لاش حيث فيه جوج ديال الوصفات ليس حريو لكي استعملوا مجموعة ديالعيالات من بينهم اللويسات الحبابات والصحابات وحتى العقايزات والحاجة التانية غادي عجوك هاد الفيديو حيث فيه جوج ديال الوصفات فعالة بأسهل المكونات والحاجة التالتة غادي تكون اخترتي التحدي اللي ديرينه في الصيف فالفقرة الصيفية اللي دائما كتكون معانا كنوا باللارات وزينكم خليوا يشتشف من الطيارات ايايا يا للا حيتعارفك للوم ولاتي وبريتك تكوني غزالة بالنسبة الناس اللي اول مرة كتشوفوا القناة غادي نطلب منهم انا وياكم اضغطوا على زر اشتراك او لا سبسكرايب او لا سابوني واضغطوا كذلك على الجرس للتواصل دائما بكل جديد واذا بغيتوا اي فيديو جديد اطلاع عليكم او لا تقترحوا عليكم اليوتيوب نتمنى نتمنى انكم تخليوا تعليق باش هكا ادارات اليوتيوب كتعرفكم نوع القنوات اللي مهتمين بهم وكل مرة تحت فيديو جديد في القناة الا كتعرض عليكم ضمن لائحة دي الفيديوهات اللي متابعين اكيد الى عجباتكم من الحلقة وعجباتكم كذلك الفقرة نبدو على بركة الله باش ما يتقلخوش من الناس اللي تطلبوا مننا اننا ما نطولوش يلا بدينا اول شيء غادي ناخد واحد صابونة دوف كيف كتشوفوا معايا غادي نقسمها على جوش بالنسبة صابونة دوف خودي اللي حرة باش تعرفي الحرة من دوزيام الحرة كتكون اللون ديالها زرق مغلوق وفي نفس الوقت كتكون راحة ديالها مجهده عكس دوزيام غدر ناخد واحد الحكاكة غليدة وغدر نمدى نحك فيها تصابون غير يالبنات نتمنى انكم تبقوا معايا حتى الاخر ديالا فيديو باش نقول لكم النوع ديال البشرات اللي خصى ما يتستعملش لها هاد القناع بالمرأة للتذكير هاد القناع ما خاش غير بالبشرة فقط اولى بالوجه انما انكلك انا كي تستعمليه حتى بالنسبة للجسم ديالك مبيض مطهر وفي نفس الوقت كي يشد البشرة هادا ما بغيناش انه يتعلق او لا تعسلينا هديك صابونة انما بغيناه يكون بحشكل ديال السقلة اللي كنديرو لحنة او اللي كنديرو للجسم ديالنا واكيد اللي كنتم مهتمين يمكني انني نتقاسمها معاكم في حلقات اخرى هنا السكر غلاسي سبيسيال كي ينشف لنا هاد الخالات عكس السكر غلاسي العادي اللي كي عسل لنا او اللي كي علك لنا الخالات غدا نضيف لي كذلك معلقة كبيرة ديال ناشط دراء اللي كنناخدوها غير ديال العبار غدا نبدأ نخلط هاد المكونات جيدا انا اكيد كنجر فيهم بهذا الشكل اللي باج نحصل على كريمة اللي غادي نبقى نستعمل من بعد غادي نضيف ماء الورد اللي غادي يكون جديد وفنفس الوقت غادي يكون حر يعني ما تاخدوش دوزيام ديال الماورد غير الماء هكاكين انما اخدو ماء وورد اللي غادي تكونوا متأكلين بانه حر وفنفس الوقت غادي يعطينا فعالية تنظيف وتفتيح اللون غادي نخلط بشوية بشوية المكونات وانا كنتيهم ونجيبهم باش ينساجموا غادي نضيف كذلك واحد الخنيشة ديال اه ديال طين الابيض بالنسبة الناس اللي كيقلبوا على تسمين الوجه وفي نفس الوقت كيقلبوا على ان وجههم يعمروا ضعافات بزاف يمكن لكم انكم ضيفو خمارة ديال حلوة واحدة ديال حلوة ماشي الخميرة العادية من بعد غادي نخلي هاد الخالب يبات 24 ساعات قريبا غادي نسده لي ونوضعه جانبا بالنسبة الناس اللي وجههم عامر بلا ما يحتاج ان كنت تستعمل خمارة ديال حلوة غادي ندوزوه للوصفة التانية الوصفة التانية سهلة غادي ناخد واحد المغصو ديال البطاطا اللي غادي يكون عادي وغدا نحكو بهذا الشكل بالقشرة ديالها غير غسلها من طراب ومن الافضل انها تكون بطاطا حمرا او البطاطا البلدية كيف كان سميوا فوالا غدا نحيد هاد الشي ومن بعد غدا نضيف على هاد البطاطا اللي حكيت غير مغصو صغير انا هي كيف مشيتوا معايا غدا نضيف عليها معلقة عامرة اولا معلقة كبيرة ديال ندو اولا ديال الحليب غبرة اي الحليب غبرة كان عندك لكن عندك الحليب ديال الوليدة صغر يكون افضل واحسن وفي نفس الوقت مغد بمجموعة ديال المكونات بالنسبة للبشرة وغدا نخلط هاد المكونات جيدا هتنضيف كذلك معلقة صغيرة ديال ناشط دورا اولا ديال مايزينة اضافة نظر كيف كانت شوفوه معايا تلقت هديك المكونات جيدا جروا واحد نوع ديال البشرة مخصو شيستعمل هاد الوصفة نهائيا وإلا تكون نتائج سيلبيا وملاحظة المهمة لبنات ما تدروش ليماسك يوميا لوجه ديالكم لأنهم كنين خلايا كينمو في البشرة ما كتعطيهمش الوقت باش يقوموا بالوظيفة ديالهم أولى باش يكملوا النمو ديالهم هاد شاعلاش كيرجعوا لكم ليماسك على وجهكم سلبين أولى واحد الوقت ما سيبقوش يقضيو لكم ليماسك بالمرة غدا نوضع هاد بطاطة اللي بجلوف ديالها مع الحليب غبرة وفي نفس الوقت مع ما يزينه في واحد الإناء وغدا نبدأ نطحن المكونات جيدا بالمكسوخ بدون استعمال لا ماء الورد ولا ماء الزهر ولا التحجة غدا نبدأ نطحن هاد المكونات بالنسبة لماسك الاولى لبنات بالنسبة لماسك الاول كتديروه في واحد قريعة اولا في واحد البوط اللي كتكون نقمة وكتديروه في تلاجة من بعد كتوليو تاخدوه على شكل كريمة وكتصلو به الوجه ديالكم من ليل ليل من بعد ما كتحيدو المكياج ويمكن لكم كذلك انكم نطفوه لي شوية ديال الماورد والدهنو به الجسم ديالكم كامل واتخليوه مدة ديال 12 ساعة تقريبا ومن بعد كتمشو الحمام وكتحقوه عادي او لا كدو شو حادي وهديك سهار الدورية الخبر النتيجة كيف غتولي في الجسم ديالكم اما بالنسبة لهاد المسك التاني اللي كتشوفه معايا طريقة الاستعمال ديالو بالنسبة لطريقة الاستعمال ديال هاد الماسك يتستعمل اول شي مباشرة من بعد ما نحضروه يعني ماشي الديري وتحطيه وتمشي طيبي ولا تمشي ديالي شي حاجة باش ما تيك حاشو في نفس الوقت كيعطيك المفعول ديالو لانه كتشوفه معايا بتطاكت اكسد بسرعة حنا بغينا تعطي ناتجة ديالها او للفعالية ديالها في البشرة حاجة اخرى اللي هي جد مهمة كتديري لوجك هاد الماسك من ليل ليل نهارية نهار لا او لا جوج مرات في الأسبوع فقط واكيد بالنسبة لنتيجة كتبا من اول استعمال كيفلك الفرق كيحيد لطاشو كيحيد لكلف وكيصفي الوجه لكن كيف سبقت وذكرت في اول فيديو اولا في وسط الفيديو بالنسبة للبشرة الحساسة وبالنسبة للبشرة الدهنية ممنوع منعا باتا انهم يستعملوا وصفات اللي فيهم الحليب غبرة احنا عارفين بان الحليب غبرة ميددم وكيزيد يهيج البشرة الدهنية وكذلك البشرة الحساسة اذا ممنوع اننا نستعملوا هاد الماسك البشرة الحساسة والبشرة الدهنية ماشي غير كنتكلم من الفرق انما عن تجربة في نفسي انا اللولا هاكا غادي نكون وصلنا النهاية ديال الحلقة ديالنا وهاكا غادي نكون وجدنا جوج ديال الوصفات بابسط المكونات الحلقة ديالنا ما بخالها الا بضع دقائق باش غادي يتكمل وشرفت على النهاية ديالها لكن بالنسبة للفقرة الصيفية ديالكوني باللارة وزينكيز حرحارة يلا كيف غدا تبدأ ما زال بخي عندي مجموعة ديال الوصفات اللي غادي فيدوك ماشي غير وصفات فقط انما وصفات مغربية من وصفات الجدات لغاية تستفدي منهم انت ووليداتك وحبابك وعائلتك وصحابك احياء للطرات المغربية او للوصفات التخليدية المغربية اللي بزافة الناس والعيالات اللي ما تعرفوهاش بغيتكم ترجعوا لها تعتمدوا عليها واكيد تكون لنا تقدير وتشريف للجدات ديالنا واحياء التوراتهم المغربي الى عجبتك الحلقة دياليوم ما تبخليش عليها انك يتضغطي على زر لايك وتخليلي تعليق مشاعر لايك لان كلامكم كيشجعني كتر اناني نزيد نعطي اكتر واكتر وكيحفزني اناني نود نسجل لكم جمعة ديال الفيديوهات ما تبخليش هنا بالبغتاج فضلا وليس امرا في ليجو فيسبوك واتساب انستغرام وكذلك تويتر باش بفضلك تكبر القناة وتكبر العائلة الى اللقاء وبصحة والرحلة عريسات اشتركوا في القناة